استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان وليعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الجنرال لهوت بن سار باند جيتان الوزير المناسق للشؤون البحرية في جمهورية اندونيسيا الصديقة وبحث سموه الوزير الضيف خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطة في أبو ظبي علاقة الصداقة وجوانب التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتنميته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين خاصة في الشؤون البحرية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية كما تبدل وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين